بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين نتكلم في هذه المحاضرة بإذن الله تعالى عن الحديث المنكر فنقول إذا كان سبب الطعن في الراوي فحش الغلط أو كثرة الغفلة أو الفسق فحديثه يسمى المنكر تعريف المنكر لغة هو اسم مفعول من الإنكار ضد الإقرار أما اصطلاحا فقد عرف علماء الحديث المنكر بتعريفات متعددة أشهرها تعريفان وهما الأول هو الحديث الذي في إسناده راو فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه وهذا التعريف ذكره الحافظ ابن حجر ونسبه لغيره التعريف الثاني هو ما رواه الضعيف مخالفا لما رواه الثقة وهذا التعريف هو الذي ذكره الحافظ ابن حجر واعتمده وفيه زيادة على التعريف الأول وهي قيد المخالفة لما رواه الثقة الفرق بين المنكر وبين الشاذ الفرق بين المنكر وبين الشاذ أن الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لما رواه من هو أو لا منه أما المنكر فهو ما رواه الضعيف مخالفا لما رواه الثقة فيعلم من هذا أنهما يشتركان في اشتراط المخالفة الشاذ والمنكر يشتركان في اشتراط المخالفة ويفترقان في أن الشاذ راويه مقبول والمنكر راويه ضعيف قال ابن حجر وقد غفل من سوى بينهما الأمثلة على المنكر نذكر مثال للتعريف الأول ومثال للتعريف الثاني مثال التعريف الأول ما رواه النسائي وابن ماجه من رواية أبي زكير يحيى ابن محمد ابن قيس عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعا كل البلح بالتمر فإن ابن آدم إذا أكله غضب الشيطان قال النسائي هذا حديث منكر تفرد به أبو زكير وهو شيخ صالح أخرج له مسلم في المتابعات غير أنه لم يبلغ مبلغ من يحتمل تفرده مثال للتعريف الثاني ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب ابن حبيب الزيات عن أبي إسحاق عن العيزار ابن حريث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أقام الصلاة وآت الزكاة وحج البيت وصام وقرى الضيف دخل الجنة قال أبو حاتم هو منكر لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف رتبة الحديث المنكر يتبين من تعريفي المنكر المذكورين آنفا أن المنكر من أنواع الضعيف جدا لأنه إما رواية ضعيف موصوف بفحش الغلط أو كثرة الغفلة أو الفسق وإما رواية ضعيف مخالف في روايته لرواية الثقة وكل القسمين فيه ضعف شديد لذلك تقدم بنا في درس المتروك أن المنكر يأتي في شدة الضعف بعد مرتبة المتروك هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ترجمة نانسي قنقر